سلام عليكم وقت فوكس اليوم جعب لكم حلقة ثانية من نهاية ماينكرافت او من غاذ ماينكرافت طبعا اليوم حلقتنا راح تكون جدا جميلة سويت لي شي جديد وبنيت لي مكان جديد طبعا مثل ما تشوفون هنا هذه المنطقة خلاص صارت محمية يعني ما في اندرمان يطلع لي بالليل طبعا حين صبح طبعا انتوا بقى تشوفون انه شي مختلف يعني ما راح يكون زي كذا ويعطيكم الف عافية التفاعل وصل لي 14 الف لايك خلالي يمكن اقل من يوم فقلت ليش ما نزل انا قلتكم عشر تلاف لايك اشان نزل حلقة ثاني يوم مو انا اوعد بكلامي ونزلتكم حلقة فلوصلنا عشر تلاف لايك ممكن نزله بكرة ممكن بعد بكرة لكن باذن الله بكرة فاخلونا نشوف تفاعلكم طبعا الدديلات اللي سويت الحين صرت لما حطت الكبرستور راح يكون اسرع وشي ثاني بس الايرون خليته بطيء وهنا سويت مكان الانجازات طبعا انا حطيت انجازات من نفسي ابيكم انتوا بتحطون انجازات واهداف كل حلقة سويها طبعا الحلقة هذي راح اسوي خروف راح اجيب دايموند والحلقة الجاية راح اسوي هذا وسوي هذا وسوي هذا طبعا نخلو اقولكم هذا هذا نبني بيت يكون محمي نحط موية زيادة ونحن نسوي فل دايموند يعني ارمور ونحمي الدلافين او نرغض الدلافين في دلافين طبعا هناك بادي ويل باي جهة بس في دلافين الدلافين هذي لما نحميها راح تطينا وشو ترايدنس 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 ترفونا هذاك اللي تقتل في من دون شو بعدين راح نسوي الخلازير ونسوي الاشياء الثانية فكل حلقة ان شاء الله بسوي شي واللي راح نعطي لي فكرة حلوة بعطيه جائزة حلوة ان شاء الله فيب لا تكسبوا معنا بالاقتراحات الجميلة فيلا لاتس كو طيب اول شي خلونا نحط هذا وراح يسوي لنا ايرون خلونا نسوي نووي شي فل ايرون ونسوي حلقتنا اليوم ووريكم كيف نسوي خروف نصنعه بسولة يعني تخيلوا نصنع خروف يعني ممكن لنا كلكم تقولوا كيف نصنع خروف مدري ايش الحلونا ووريكم عيال كيف تصنع خروف صدقي خروف مو مو ترا لا تكذب لي والله خروف لا بسه 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 المهم خلونا نسوي زي كذا طيب كيف نسوي الخروف اول شي يسوي لطريقة كيف تجيب الموية الحلقة اللي طافت وما اشتغلت اللي هي عن طريق خلونا ونشين انا طبعا نكبرت المكان هذا فخلونا نحط الكرافتيك تيبل هنا ووريكم كيف تسوي الموية تحط الامة زائد كذا موية مع بكت كامل طيب الموية هذي ميش تسوي بيها راح تستعمل فيها مع هذا طبعا خلونا نشوف اذا نقدر اوه ما يطلع لنا شيب طيب راح نحط موية بالنص اظن وحواليها زي كذا اوه يبينا بعد يمكن من الشي اسمه اظن زي كذا يسوينا خشب خلونا نسوينا خشب ونبينا حبتين من هذه طيب ديرت ذكرنا قبل الحلقة اللي طافت نحط الكابلستون راح نحولنا ديرت طيب ديرت راح نحولها حق الاوكوود من الاوكوود راح نسوي زي كذا راح يطلع لنا السابلنج ورح نسوي الويت وضن كذا تسوي الخروف تحط زي كذا 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 سوينا ثلاث خرفان ثلاث خرفان جديدين فانقدر رسبرهم وينما نبي انشاء الله يترسمنون يوب جبنا خروف فالتحدي الاول خلصنا ويهو كل دقيقة صارت ثلاث دقائق اجبلي خروف طيب الخرفان لازم نسوي لهم مكان قبل الله نرسبنهم كلهم فخروفين افضل اني ما نحتاج هذول كلهم عشان ننام بعدين وكل شيء طيب انا خوفي من شيء واحد بان غاضل حان ونهاية ماينكرافت ممكن انا ما تقدر تنام لان احنا عالم النهاية فعالم النهاية ممكن ما نقدر ننام فخللوا نسوينا كذا نزله شوية تحت حط خروفين كذا ومشكنا ما نصوف مرة كمية كبيرة اوو نحلقهم صح والله افكر انا واحدة اثنين واحدة اثنين اشتركوا في القناة اعطانا صوفة ابيض اوه اسود انزل تحت انا اقول لك ما تنزل يعني تنزل ستعلى وجهه خلنا نذبح لنا واحد ايوه صوفة واحدة بس باقي خلاص انت راح يروح عجلك يا حبيبي لانه يبينا سرير اوه شوفوا بزاكين اوه بلغت يا اخي بلغت طبعا بدنا نزوجون مع بعض المهم الحين راح نسوينا سرير اوه اخ ما اندي رازم نضحي بواحد بعد زيادة بمصاد بزنة خرفان خلاص خروف الحالة صغير يكفي خلك انت الحالة كذا والله مسكين كسر خاطر يا يار كسر خاطر يا صغير شو شو مسكين ليش طالع 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 طالعيني خلال اعطيك اوصوف اوصوف شو اسمه هذا كل 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 اوكي خلونا الحين نروح نسوينا السرير ونجرب هل راح يضبط معنا ولا لا نسويه زي كذا ونحط زي كذا ونحط سرير ان شاء الله ما يتفجر علينا بسم الله عطينا ايهم يس نقدر النام يا عيال كافوا اول مرة النام بنهاية الايكراف طيب أم الحين شوفوا صبح او كل اندرمان يا عيال طيب الحين تحدينا ثاني لازم نجيب دايمد الدايمد كيف تجيبه لازم تذبح اندرمان الاندرمان مشكلة طال طال طاليني طاليني ايه تال تال.. يامه يامه اه 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 انا انا ما اخاف منكم خلاص بعد خلاص خلاص شوف هاً؟ حسنًا والحبة الوحدة صعب جدًا انك تسويها الحين نوريكم بس مشكلة ما فيه ماكن يا أخي أبي أنا ما بحط موية عشان بعدين رح أخرب على نفسي لأن الموية عيال مره رح تفيدنا الموية رح نستعملها عن طريق أن نحول حوالينها بس لو استعملناها يعني حوالين المكان هذا لكن مستعملنا الموية رح يختفون ويروحون بعيد مرحكي لقيا يرسون دسبون هذا آخر اندرمان تعال تعال أنا هنا لا تختفي تعال هذا كهف عيال تحت تخيلوا نلاقي في موارد تعال 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 شتاي خاف مني تعال وات لأن الشمس طالعه أوكي لما تطلع يما يما لحظة لحظة تعال تعال أوف 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 ايوه مات يس اندرمان ثانية أوكي أخر اندرمان باقي دخلوا ننزل تحت يمكن يكون في كهف في شي مني مني منك ولا مرسك شفته ولا شوفون لا شوفها ولا لا اظنكم شفتوا يا عيال اظنكم شفتوا كل الاندرمان من جمعين داخل كانهم جن يا عيال يما يما جاني 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 هذو جاني 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 أبي فيه صبر إن شاء الله ما يجيني إن شاء الله ما يجيني أبي الاندربيل لها مش اللي الاندربيل طقيق الباقي يا والله الحياة صعبة يا عيال هنا لازم تشوفوا لي حل يا عيال أنا حياتي هنا مره صعبة صائرة يعني ما أقدر أعيش جداً الحياته صعبة يا عيال ها نشتاعم الماء يا إذا جاءنا ويبي يذبحنا نذبح طيب بسم الله هذا كهف الاندرمان كهف الاندرمان يا عيال لازم ندخلا ونحن نمسوين F1 إن شاء الله صدقين اشتركوا في القناة 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 اش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة